موسيقى موسيقى يقول لك رغي يجي ولكن وصل كان قاس الإنرجي في الأول وهذا ولكن الحاجة التي تقيس التقارئ ستقيس الفلاح في نمانير إلى استمر هذا الاستمرار هو اللي خلنا هذا 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 شيء اللي قلناه وهذا المنتوجات الفلاحية المدخلات الفلاحية طلعت بين 30 حتى 70% على حسب سلاسل الإنتاج وهذا وهذا معطى وماشي سنة اللي غادي تصبر فيه تقول غادي يدوز ماداش هذا هو اللي ولا تضخم يعني يبقى فهذاك شيء وباقي يعني بعض المواد استقرت وبعض المورات باقية باقية طلعا هذا الشيء ديال السنتين الجافتين كما قلت واللي فيها حالة ديالتقس اللي حاولنا باش ندبرها يعني اللي حسب بكل كل موسيقى المهانيين لخصوصا التماطيم لمنظمين طبعا عندهم الفيدرية البي مهانية للخضر تفقنا معهم هذا الشيء درنا في رمضان الماضي ولكن هذا رمضان أكثر وشنو درنا هذا الشيء ديالتصدير بعد غير باش نوضحوا كاين بعض الطماطيم ديالتصدر هذيك ما كينش ما كتبعش عنا في هذا ولا كينش حاجة غير اللي كيبقى ذيك كتصدر تصدر زايد ما حبا ما تحبش ثانيا هذي شي ديالتصدير المستدير هي اللي كنتكلمو عليها ولكن نسهلكوها في بلد هذا كين عندنا الإنتاج وحنا عارف الإنتاج حال كين من اللي كان السوق ما كين مشكرة كانوا كيصدروا ذيك الكميات اللي يبغى وهذا وحنا غادين وهذا تصدير غير باش نبيين رمي يمكن لهمش ينتجوا السوق الوطني بهذه الطريقة إلا ما كانش عندهم تصدير لأن السوق الوطني بغيناهم ينتجوا بوحد تمان أقل حدود ورمي يقدرش يربح ومي ينتج مئتين طن الهكتار ولا مئتين وعشرين اللي كيوصلوا لها الآن إلى مداش الاستثمارات اللي خصتكم دونك خصوا توازن ودونك في هاد الأوينة وفي هاد الأزمة مشينا لهذا توازن وذكرنا معهم ما يمكنش ندروحنا بوحدنا ما يمكنش الدولة تجيل لغدا وتقولون هو عنده العقد في الخارج خصنا نتذكروا معهم لأن كما قلت لكم قبل عنا التعاقد مع الفيدراليات وهذا الحكامة اللي خصنا اللي كنت كان بولكم خصنا نزلوا القطاع ويشاركوا فيه لهذا الأمور هذي وهو مخصوم كذلك يدخلوا في راسهم بأنهم عندهم مسؤولية باش يمولوا السوق الداخلي دونك المهنيين عندنا هاد العلاقة معهم ديال التشاور وديال وديال هذا وكن نقول لهم سؤال واحد كيف سوق يكون ممول بواحد الطريقة اللي غادي يخلينا باش تهبط تأثر على الأتمينة لأن مجال اللي كان هدرو على الأتمينة هذا مش مجال ديال الفلاحة رخصنا نجيب تموين السوق الداخلي المواطن يمشي ملق شي يقول لي ما كين ش الانتاج هذيك هذيك ماتنو كان هدرو على هذيك الجانب الاخور ديال الجانب الغذائي يعني اللي خصنا وليه كيشرف كفيه الجامعة يعني هذيك كحكومة دونك نشوف هذي المعادلة هذي دونك وقلنا لهم ما ما كانش المنعة ما كان هدروش على المنعة كان عدنو هدرو على التوازن لأن من اللي غادي تكون ماتيشة كينا ورخيصة هنا ما عنده ما يدير بها علش غادي يخسرها غادي يمشي لهذا وباش تهو كيدير حساب ديالو مع الشركاء ديالو على الصعيد يعني الدولي وباش ذك الكونترا ديالو وهذا يقول لهم هذا سيما نجيب لكم هذا سيما ما نجيب شي تترا وتترا ويعني والجانب الجانب الآخر هو أن هذا شي ديال اللي هدرنا عليه ديال النضج راح حقيقي يعني نحن كان هدروا على وحد المنتوج اللي هو هذا كيخضع هذا شي ملي كتكون التمبراتور الحرارة الدنيا اللي كتدوس تلتات السيمانات ما كانش نضج ما كانش راح عندك هوا الانتاج خضراء راح الوقت ما طيش كان تفسق كان كان خضراء دونك ما كانش كان الانتاج طبعا كان الانتاج اللي كان كيكون في ذلك المناطق الصغيرة والسقي المتوسط وهذا حتى هذك راح ما بقاش لنا ما ما كانش دونك حتى ذاك المستهلك ذاك الفلاح اللي كان ينتج ذاك شي اللي كيستهلك راح لك يشري بالسوق دونك هذي هذي الوضع يعني اللي كاين دونك احنا كيف نحن ندبره به الطريقة هذي ان نعطيه الأولوية للسوق الوطنية وعارفين بينا كاين هذي الانتاج اللي يقدر يعني يمول السوق السوق الوطنية فدونك المنتجين كان هذرو عليهم على الظرفية ولكن كانت شاوروا معهم كحتى العام الجاي كيف شخص ندروا ومشنو هما المدخلات اللي خص ندخلوا فيها باش هذي شي ما يبقى شي شكرا